بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يعني ضيق له العدة من قوله ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه وتضيق العدة له أن يحسب شعبان التسعة وعشرون يوما وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما وهو راوي الحديث وعمله به وفعله تفسير له نعم الحمد لله رب العالمين يقول إمام القدامة رحمه الله الثالث أن يحول دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم الغيم على السحاب القتر هو الغبار والأترباه المقصود أنه لا يرى الهلال وفيه ثلاث روايات إحداهن يجب الصيام وهذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين واستدل بحديث ابن عمر وأن قوله فاقدروا لها يضيقوا له من قول سبحانه من قدر عليه رزقه والصواب في قدروا له تقدير هذا الهلال بحساب أوله كما تقدم لشاره إلى ذلك وأن يعلم دخول شهر شعبان فإذا علم دخول شهر شعبان في هذه الحالة إما أن يرى الهلال وإما أن نكمل ثلاثين يوما نكمل ثلاثين يوما لكن هم سدلوا بفعل ابن عمر وقالوا فعل ابن عمر تفسير له وتفسير الصحابي تفسير الصحابي فيه خلاب بينها العلم إما تفسير للقرآن أو تفسير للسنة وقام تفسير يكون معسى بنزول فيه إقسام عدة لكن الصواب أن تفسير الصحابي إذا خالف ظاهر الحديث هو اجسهاد منه فلا يكون حجة لأن تفسيره في هذه الحال يكون من مثابة التقييد للإطلاق أو التخصيص للعموم والتخصيص للعموم والتقييد للإطلاق دليل من أدلة الشرع وادلة الشرع لا تأخذ من الصحابة رضي الله عنه تأخذ من المشرع هو النبي عليه الصلاة والسلام كتابه الله سنة رسوله وما اختلفتم شيف حكمه إلى الله فلا يأخذ تقييد نص ولا تخصيص عموم من أي أحد مهما كان لا يأخذ إلا من المشرع إذا جاء التفسير أو التبيين أو التأويل موافقا للظاهر نور على نور زيادة الحمد لله إذا احتمل التفسير الحديث له ظاهران كلاهما له وجه في هذه الحالة تأويل الصحابي وتفسيره يرجح القول الثاني لأنه رواه أولا لأنه رواه وهو أعلم بما رواه الثاني لأنه من أهل العربية والعربية هم مرجعها والأمر محتمل فليس عندنا مرجح فيكون في هذه الحالة تأويله وتفسيره يعتمد في هذه الحالة ولو خالف غيره فلا بس هذا إذا لم يخالف غيره إذا خالف غيره من الصحابة المسألة اجتهادية في هذا دلت الأدلة على أن يقدروا له أي أكملوا عدة شعبان وهذا هو ما سيحكيه في الرواية الثانية نعم قال رحمه الله والثانية لا يصوم لقوله في الحديث الآخر فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين حديث صحيح هو الرواية عندك ثلاثين أقول لعدة شعبان فأكملوا عدة شعبان هو جاءت رواية ثلاثين وعنده النسخة هنا شعبان ثلاثين لكن احتاج إلى الرجع إلى الأصول أي الروايتين ذكر لأن جاء فأكملوا ثلاثين جاء رواية وأكملوا عدة شعبان ثلاثين هذه عند البخاري هذه عند البخاري فأكمل عدة شعبان وهذا صريح قاعدة نأخذ قاعدة أن تفسير كلام النبي عليه الصلاة بكلام النبي عليه الصلاة تفسير القرآن بالقرآن النبي عليه الصلاة قال اقدروا له قال اكمل عدة ثلاثين قال اكمل عدة شعبان ثلاثين وقال في حديث أبي داود أحسو عدة شعبان أحصوا عدة شعبان فالروايات تدل على أن أقدروا له هو حسابه من أول الشهر ثم نكملها شعبان على أي الأمرين إما برؤية الهلالية الثلاثين إذا لم يرى لغيم أو قتر أو لم يرى حتى مع الصحو لم يرى فإننا نكمل ثلاثين كما في هذه الرواية نعم قال رحمه الله وقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ولأنه شك في أول الشهر فأشبه حال الصحو نعم وهذا هو الصواب وليس عن الإمام أحمد نص في وجوب صومه والقول بوجوب صومه خلاف نص الإمام أحمد إنما الإمام أحمد رحمه الله خير من شاء أن يصوم لأنه روي عن ابن عمر لكنه يجب الصوم لم يقول أحمد بصومه مع أن الصواب أنه لا يصام وظاهر قول عمار وظاهر قول عمار رضي الله عنه أنه لا يجوز لقوله من صام اليوم الذي يشك فيه الحديث له قصة وقد رواه الخمسة أحمد وأبو داول والتلمذي والناس ابن واجه لمحمد رحمه الله قال أو في رواية الحديث نفسه أن عمار رضي الله عنه كان أو دعي عند رجل فأتي بشاة مصلية في آخر يوم من شعبان فانزوى رجل فلم يأكل فأخبر أنه صائم فقال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه اختلف في غبطه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ولأن هذا كما أنه في أول الشهر يكون إثباته على أحد الوجهين فكذلك في آخره في آخره في آخر شعبان في آخر شعبان يكون إثباته على هذين الوجهين على هذين الوجهين وهو إما أن يرى وإما أن تكمل العدة وبعضها للعلم يقول هو مباح إن شاء صام إن شاء ليسهم بعضهم قال يكتر أجروا فيه الأحكام الخمسة ومنهم قال استحب ومنهم قال يجب والصواب أنه لا يصام والقول بتحريم صومه أظهر لظاهر قول عمار رضي الله عنه ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتقدم أن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين الثالثة الثالثة الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا لقوله عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون رواه أبو داود نعم هذه اللوية الثالثة الناس تبع للإمام هذه اللوية الثالثة في الحقيقة يعمل بها حين يحكم بهذا يعني لو فرض مثلا أن القاضي قاضي البلد يرى صوم يوم الشك قاضي البلد مثلا ومن يمليه المرجع في الرؤية يرى صوم يوم الشك فأعلن الصيام وصام الناس وأعلن الصيام هل نصوم هذا القول قول وسط وما دام أنه أعلن الصيام ورأى أن يصام هذا اليوم وهو له الولاية وله أعلن الصوم فالناس تبعوا له درءا للخلاف والنجاع وهذا القول عمل به في بعض الأحاين بل عمل به في هذه البلاد في سنوات قديمة وما يذكر أن العلامة عبدالله بن عبد الرحمن ببطين رحمه الله كان مرة هو فقه نجز في جمان رحمه الله إمام في الفقه إمام في الحديث إمام في الجهد والورع رحمه الله توفي سنة ألف ومئتين وثمانية واربعة وتسعين للهجرة في آخر القرن الثالث عشر رحمه الله ذهب إلى أظن بريده وكان القاضي الذي يتولى إثبات الرؤية أحد طلابه أحد طلابه فلما ورد كان وروده إلى البلد رحمه الله في أول في آخر شهر شعبان كان معروف الشيخ في عامة بلاد نجو ويعرفه الناس بعلمه وفضله وهو المرجع في ذلك الزمان رحمه الله فأعلن القاضي أن الصوم غدا لأن الليلة لا يتشك على المذهب تعلمون أن وحيان ربما بعض الناس يأتون ويستعجلون وربما يحدثون شيء من الخلاف والنزاع لكن أهل العلم في هذا يقطعون الفتن يقطعون الشرور فذهبوا ناس قد يكون ينتسبون إلى العلم إلى الشيخ عبدالله ببطين رحمه الله قالوا أعلن الشيخ فلان وحط طلابك أعلن أن غدا صيام وتعلم أنه يوم شك وأن يوم شك لا يصام يقولون له قال الشيخ قال لهم هل الشيخ أعلم الصوم وقال غدا صيام قال نعم قال نحن نحن تبع الشيخ غدا صيام رحمه الله وقطع دار الفتن وسد باب الشر وصام مع الناس مع أنه لا يرى الصيام ويرى أن هذا خلاف السنة لكن درعا للفتن ماذا تقول لو أن الشيخ مثلا قال هذا خلاف السنة وكذا وصار مع حجب ثم صار حجب مع قاضي البلد ماذا يحصل فتنة وشرور تفوق المصلحة المطلوبة مما يراد به من عدم صيام هذا اليوم فهذا هو المطلوب في هذه الحالة سألو سبحانه وتعالي ولك التوفيق والسلاة والله أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر